أهلاً وسهلاً بكم ببرنامجنا لهذا اليوم وتأملنا بهذا اليوم أين أنمو تحية عراقية حلوة إلك وإليش وإنما تكونوا الإنسان مخلوق من ثلاث عناصر الجسد المرئي والنفس اللي بتحس والروح اللي بيحيا للأبد وكل واحد من هدول العناصر محتاجه أن تكبر وتنمو وتطور الكتاب المقدس بيذكر إلينا عن طرق والنمو وبالأخص على حياتنا الروحية نقرأ بمزمور 92 والعدد 12 و13 الصديق كالنخلة يزهو كالأرس في اللبنان ينمو مغروسين في بيت الرب في ديار إلهنا يزهرون ميزات النخلة تمثل الجمال دائماً فيها خضار مستقيمة عالية قوية تنمو بالصحراء مثمرة تعطي وتساعد أنه تجيب الماء للأشجار اللي تحتها أي نعم تتحرك مع الرياح لكن ما تتكسر بالرياح جذورها عميقة جداً والهذا بتزهو الميزة همين الموجودة بشجرة النخلة أنه من تعطي الثمر ينزل للتحد فالسعب دائماً ينزل للتحد وهي يرمز على التواضع بعدين الشجرة الثانية يذكرها الكتابة المقدسة هي الأرز ميزات الأرز هي أيضاً قوية وصلبة وتعيش لآلاف السنين وتظهر يعني بتطلق الزهر مالتها بعد أمر ثلاثين تتمتع بمناعة خاصة في حالة انهجم عليها من أي شيء مباشرة تبدي تنتج براعم جديدة الغريب إنها ما تنزرع إلا في مناطق خاصة ومحددة أنا وإنت ما راح ننمى إلا في الرب وعلاقتك مع السبب في النمو والإزدهار أنك تنغرس في الرب إلى هنا ولهذا مكتوب في الرب يزهون كل الأوقات الكتاب مقدس بيشبهنا بشجرة النخلة وشجرة الأرز أنا وإنت ما راح ننزهون لا بحياتنا الروحية ولا بحياتنا نفسية إذا من كنا مغروسين ومتعمقين في الرب واليوم بدعوك أنا متفعلاً ترتاح نفسياً أنا متنمى روحياً أنا متقدر تعيش حياتك الجسدية بطريقة صحيحة تعال وابدي علاقة مع الرب اللي هو الوحيد اللي هو الخالقك اللي يقدر ويعرف وين احتياجاتك الله يريدك أنك تكبر وتنمو وتتطور وهالأشياء تصير فقط بعلاقتك وياه والربي باركك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة